موسيقى بالبداية نحكي عن فكرة هذه المسابقة وطبيعة المشاركة والفئات العمرية طبعا هذه المسابقة عمت نظمة دولة الإمارات العربية المتحدة نحن اليوم بالموسم السادس بعثونا دعوة بالموسم السادس لهذه المسابقة لسوريا للمشاركة بهذه المسابقة المسابقة هي بتشمل عدة مراحل فيها جوازات تحدي الفئات العمرية بتبلش من صف الأول الابتدائي لحتى نوصل للثالث الثانوي هذول الشباب عم يشاركوا بكل الفئات العمرية بالنسبة للطلاب السوريين نحن بلشت المسابقة بموسم الأول واليوم نحن بموسم السادس يعني صرنا ست سنوات بعد ست سنوات توجه دعوة لسوريا المشاركين عم يكونوا في عندهم مراحل لازم يتجاوزوها في مرحلة أولى مرحلة ثانية ثالثة رابعة اللي نحكي عنهم ممكن بالتفصيل ولكن الأهم بهذه المسابقة أنه اليوم أنت عم تشارك فيها 52 دولة يشارك فيها بحدود المليون مشارك ليقروا لنوصل لمليون مشارك يعني خمسين مليون كتاب نعم طيب بالبداية بس خلينا قبل ما نفوت ونتعمق بتفاصيل المسابقة والتحديات كيف بلشت الفكرة وكيف تم تحضير الشباب بل حتى يحضروا يبلشوا يقروا أدي عم رأي الفكرة طبعا نحنا هي الفكرة أو المسابقة هي عم تنظمة الإمارات ولكن كمشاركتنا كسوريا نحنا بدأت المسابقة بشهر 11 جاءنا كتاب عن طريق خارجية وتم التنسيق مع المحافظات نحنا طبعا في منسق عام اللي هو أنا على مستوى سوريا في منسقين بالمحافظات وكل مدرسة في إلى منسق المنسق بالمدارس مهمته أنه يدخل بيانات الطلاب ويدخل الطلاب على الموقع في موقع للتحدي بيتم من خلاله مشاركة هذول الطلاب طبعا المشاركة بتكون بجوازات تحدي يعني عندنا الجواز الأحمر بدي يكون ريان عشر كتب هذول العشر كتب بدي يلخصهم بعشر صفحات كالكتاب بصفحة بعدما يلخص هالعشر كتب بيحصل على الجواز الأحمر وبيأخذ تأشيرة ليروح على الجواز الأخضر الجواز الأخضر كمان بدي يقرأ عشر كتب ويلخصهم ليأخذ تأشيرة على الجواز الأزرق ومن الجواز الأزرق كمان بينتقل بيأخذ تأشيرة على الفضي منرجع من عيدهم من اللي قريناهم بدي أرى 50 كتاب بيسبتهم وبلخصهم طيب إذا لخصهم وأرى بعد ونسل اللي قراءهم كيف نحن منرجع من أكد هاي المعلومات هذول حصيلته يعني هو حصيلته لازم يكون 50 كتاب ليقدر يفوت على التصفيات الخمسين كتاب هذول اللي قراءهم بيكفي للتصفيات التصفيات في تصفيات على مستوى المدرسة بعدين على مستوى المنطقة وبعدين على مستوى القطر على مستوى القطر مناخد العشرة الأوائل ومن ضمن العشرة الأوائل في بطل جمهورية رح يطلع يشارك بالإمارات العربية المتحدة هذا السؤال كم تسألك يا يعني من سوريا حيكون عندنا ممثل بالإمارات شخص واحد نحن في عشرة رح يفوزوا رح يكون في شخص بطل جمهورية رح يشارك بدولة الإمارات العربية المتحدة طبعا المحكمين بالمرحلة على مستوى القطر هنين من خارج سوريا هنين من الإمارات يعني على مستوى القطر المرحلة النهائية على مستوى سوريا المحكمين رح يجوا من الإمارات اللي عنا لهون وهنا نحكموا هاي المسابقة بالمدارس عم نعتمد على مدرسي اللغة العربية لأنه تعرف القراءة لازم يكون هي تشجيع القراءة تشجيع اللغة العربية فلازم يكون مدرس لغة عربية وعلى مستوى المنطقة حطينا قيادات فروع الشبيبية اللي هنا منسقين لهاي المسابقة لأنه في عنا تجربة نحنا على المستوى الوطني بماراتون القراءة بسنوات سابقة ففي عنا ألمام بهذه الفكرة ولكن الدخل الجديد اليوم بهذه المسابقة هو جانب التقني أنه في موقع بدك نزل جوازك على الموقع بياناتك على الموقع في داتا وحدد ترخيصات في داتا موجودة هلا بقلكم أنا قدش العدد اليوم لوصلنا له بهذه المسابقة هذا اللي تسألك يا قبل الشخص رح يشارك بالإمارات كم شخص نشارك بالمسابقة نحنا طبعا التقديم السمنتة يعني المشاركات للسمنتة هي لنهاية شهر ثلاثة نحنا لليوم عنا 1675 مدرسة مشاركة عنا 159 499 مشارك من سوريا اللي أبدوا رغبتهم بالمشاركة عنا اللي يدخلوا الكترونيا على الموقع هنه 22435 خيرو اللي أنه 50 كتاب يعني لحد الآن لأنه 50 كتاب هنه 2194 طالب فهذا مؤشر كتير حلو أنه اليوم الشباب السوري هنه قارئين أنه اليوم أنت عم تحكي يعني أنا دائما بإيسا بقول نحنا اليوم بعد 11 سنة حرب اليوم الشباب عم يكون عنا هذا العدد الكبير من القارئين هذا العدد الكبير من المشاركين بتحدي قراءة معنات اليوم شبابنا بخير بصراحة صحيح سعد علي شو هي الكتب يلي بيقروا أو شو هنه الكتب يلي مفروض يقروا طبعا الكتب هي كتب الأهم أنه تكون منوعة يعني ما يكون باتجاه محدد هي كتب موجودة بالسوريا وموجودة بالإمارات وموجودة بكل العالم أي كتب ممكن يقرأه بلخصه بعشر أي كتاب هو اختياري أي كتاب بس ما يكون ضمن المنهاج يعني ما يكون ضمن المنهاج الدراسي مثلا وحد يلخص كتاب رياضيات أكيد لا ممكن تكون رواية مثلا ممكن ممكن طيب كيف هي مصابقة واختيار الكتب خلينا بس هكا نحكي لتكرة التنوع بالكتاب هو رائز كمان يعني بالمرحلة النهائية لما أنا بدي أريان خمسين كتاب كيف بدي قارن بين واحد أريان خمسين كتاب واحد أريان خمسين كتاب طيب أنا بدي أعمل مقارنة هي المقارنة تنوع بتلعب دور نوعية الكتب طريقة يعني الأريان هذول الكتب قديش هو يمدرك لهذه الكتب قديش عرفان شوريان يعني كلها هي بتحمل روائز لهذه الشباب علي حكينا أنه كأنه مدة المسابقة هي طويلة شوي من شهر الإدعاش للطلبات مستمرة للشهر الثالث لا أيمت مدةها أيمت هلأ نحن للشهر الثالث بتنتهي بنتهي التقديم يعني بنتهي قصدي اليوم بدنا نسكر المسابقة خلاص سكرنا بشهر الثلاثة بعد شهر الثلاثة بقى بنبدأ بالتصفيات في عنا التصفي على مستوى المدرسة اللي في لجنة التحكيم على مستوى المدرسة رح تكون وبعدين على مستوى المحافظة كمان في لجنة التحكيم على مستوى المحافظة هي رح تحكم بتأهل مجموعة على المستوى القطر أو على مستوى سوريا أو التصفيات النهائية على مستوى الوطن على مستوى سوريا بيكون في لجنة التحكيم مثل ما حكينا من الإمارات هي رح تجي تحكم على المستوى الوطني ورح يطلع منهم عشرة أوائل وفي بطل الجمهورية اللي هو يرح يشارك بدولة الإمارات اللي رح تكون بشهر العاشر إن شاء الله تماما يعني ظروف صعبة عم نمرأ فيها بالبلد إن كانت اقتصادية وإن كان وضع معي شي صعب ولكن ما في مصابقة غير مع ما نكون نحن حصلين على مراتب أولى ومتقدمة جدا اليوم مثل هيك مصابقات أديش مهمة لشبابنا أديش مهمة أنه نرجع نحمل كتاب نرجع نتثقف لأنه يمكن بالثقافة منحارب يعني كتير كتير مشاكل بالمجتمع منتنور وبالعلم أكيد منمشي بدرب صحيحة وخاصة بعد هالحرب كورونا ظروف معيشية صعبة خلينا نحكي نقطة أهمية القراءة اليوم أهمية هاي التحديات طبعا نحن اليوم مثل ما حكينا بعد سنوات الحرب يعني الوضع اللي عم يمر في البلد اليوم شبابنا لما عم نوصل ل 159 ألف قارئ لحد هالوقت وستمعنا شهر ونص من طلابنا وشبابنا اللي بالمدارس فهذا مؤشر إيجابي للمستقبل يعني هذول الشباب هنه شباب المستقبل يعني هنه اليوم الطالب السابع تامن تاسع أو بالمرحلة الابتدائية هنه شباب المستقبل يعني اليوم لما عم يكون إريان بهذا الكم لما يكون عنده هذا الإدراك هذا الوعي فهو عم يخدم حاله عم يخدم البلد لأنه عم توسع مداركه يعني الما بيقرى يعني في مثل عنه بيقول أنه الما بيقرى يعني ما بيقدر يحكي ما بيقدر يناقش ما بيقدر يروح بقى اليوم هذول الشباب لما عم يقروا ويوصلوا لهذه المرحلة عم يكون في عندنا خزان من الشباب المثقف خزان من الشباب الواعي خزان من الشباب المدرك لمستقبله وبصراحة أنا اللي عم تشوفهم يعني من خلال لقائي معهم للمشاركين عندهم حماس أنه أنا يعني حتى الانتماء والمواطنة عندهم عالية يعني أنا اليوم بدي أطلع أنا بدي أشارك مشان مسي البلدي أنا اليوم بدي أرفع اسم سوريا في عندهم يعني اللي تعزز عندنا خلال فترة الحرب هو عامل الانتماء والمواطنة اللي هو عم يكون مرافقنا بكل تفصيل وصار مثل ما ذكرنا أنه صار فيه إدراك غير بالعلم ما رح نتحسن وما رح يتحسن وضع البلد ولكن من بعد المسابقة أكيد رح يكون فيه تصفيات رح يكون فيه رابح واحد الباقين شو رح يكون مصيرهم وهي رح تكون المسابقة الوحيدة ولا لا رح يكون فيه إلا كمالة رح نركز ونهتم بالأعداد الهائلة من الشباب والصبايا يلي هنفاتوا بهذا التحدي طبعا هذا السؤال له شقين من الأجوبة الجواب الأول هو موضوع الجوائز اللي أنا ما حكيت عنه لسه اللي فيه جوائز كتير قيمة عم تكون للفائزين عم توصل للمدرسة مثلا المدرسة المتميزة أو المدرسة المتميزة على المستوى التحدي القراءة العربي في إلون جائزة بقيمة مليون درهم حددين الإمارة الفائز الأول له 500 ألف درهم وإلى آخر بالإضافة لأنه اليوم أرسلونا كمان يعني بعد أسبوع بيوصل شهادات لكل المشاركين تمام في عندنا حفل ختامي تكريمي رح يكون إلون على المستوى الوطني يعني ما في حد رح يطلع إلا إلا رح يكون في إلون تكريم بالإضافة لأنه أنت اليوم يعني عم يفيد حاله الشاب لما عم يقرأ عم ينحن في عندنا رح يكون في عندنا بالمرحل الجاي أيضا مثل منتدى بكل محافظة رح يكونوا في هدول الشباب منتسبين لهذا المنتدى منتدى أو نادي ثقافي اجتماعي نحن متفقين نحن والشباب عليه هذا النادي الثقافي الاجتماعي عم يكون رح يكونوا في هدول الشباب لحتى فعلا يكون في عندنا خزان نقدر نشتغل عليه للمرحلة القادمة للمستقبل سوريا إن شاء الله نعم إلي أدشها حلوة هي الأرقام اللي عم تحكي فيها بالآلاف بيقولوا نحن أم لا تقرأ اليوم نحن عم نضحط هاي المقولة وأدشها حلوة اليوم هاي المبادرات اللي عم تكون والإقبال اللي عم بيكونوا عليها نتشكرك كتير اليوم لوجودك معنا علي عباس منصق مسابقة تحدي القراءة في سوريا شكرا كتير لكم يعطيكم العافية شكرا كتير لألك وأكيد نعطرين النتائج ونعطرين حضرتك أنت والرابح على هواء الإخبارية السورية كل التوفيق وكل التوفيق للشباب والصبايا اللي عن جده بيردوا الروح بهاي الوضع شكرا كتير شكرا لألك